الشي بوراك اللي أشيعت بفترة من الفترات أنه رفض لقاء محمد سوادي في تركيا محمد كان رايح لم تعني و بوراك رفض لقاءك وما التقيته سؤال فينا الحقيقة لا مستحيل هو أكو تواصل يعني كتواصل بينه وبينه موجود يعني أغلب الشي فات اللي موجودين أكو تواصل بيناتنا بحكمه كرئيس طهات بالعراق لازم يتواصلون معي كان يتمنى الرجل بأن أحضر قصت فيه بأن اتصلت بيقى بليوم قلت له أني باتشر موجودة بتركيا قل لي أني مسافر على افتتاح مال دبي فرع دبي طيب شون تسرب هذا الموضوع للإعلام شون عرفوا الناس أنه أنت رح تلتقي بي وما صار اللقاء من هو اللي طلع هذا الخبر أصلا أنا حتى مهتميت للموضوع من طلع الخبر أو بأنه ما حبي يلتقي بيك لأنه كذبة اعتبرت سمعت اللي صاره يا بورا أجل سمعت تألمت أي حيل أتألم شون شعر رأيك الصريح بالقبير عدم التفاهم بين الأثنين يعني بس الحمد لله يعني أنس الأخبار حلوة بين صلحت الأموم صلحت الأموم صعب الإنسان بهذه الهالة اللي وصل لها طبعا طبعا ويرجع إلى مستوى صفر تتحطم الحالة النفسية بحيث حتى الرجل بعد ما يقدر يشتغل ما يقدر يقدم لأن الوالد اليوم مو بس بالتجارة أو بالشغل بس الوالد هو السند الحقيقي نعم ليش ما يشوفك سوي الفيديوهات اللي هو يسويها يعني بهالطريقة هذي تطبخ أكبر مدرشة مو من طبيعتي آني مثلا أقلت فأنا مرات العالم تقلدني بس أنا ما أقلد لو خلينا طبق بوراك وخلينا طبق لمحمد سوادي نعم في رأيك منه راح يجذب الناس أكبر كشو يختلف أنا أريد طعم أنت تحكم بعدين لازم نجرب هي طبعا لازم نجرب تحياتنا لشي بوراك راء موسيقى